السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو بس جديد بنعمل البس ده نحاول ان شاء الله نثبته كل يوم سبت في الوقت دوت على الصفحة لاجابة رسائل برنامج فرحة بها احنا طبعا سلام عليكم الله وبركاته ايش يعني انا بدأت عشان شفت ان اعنا لايف الناس تهل بقى بعد جدد وتشوفوه وترجعوه خير يعني عاملين بس دوت علشان نجاوب على الاسئلة اللي كانت متأخرة عندنا على رسائل بريد صفحة في رحة بها البرنامج ان شاء الله واحنا برنامجنا في رحة بها كل يوم سبت الساعة اه تمانية بتوقيت ليبيا وتوقيت القاهرة والساعة تسعة بتوقيت اسطنبول اه انا مش عارفة انت بتقولي ايه يا انجي اسكر خلينا نقول البتاع بعدين نجاوب على الاسئلة لايف لان انا عندي اسئلة بالفعل على بريد الصفحة احنا يعني في برنامج في رحة باب نتعمد ان احنا نجاوب اول بول وحتى الاتصالات يعني انا بناخد مرة يعني من عشرين لخمسة شهر تقريبا اتصال بيبقى في الحلقة وبنفتح المجال الارقام هتلاقوها موجودة النهاردة الساعة تمانية بتوقيت القاهرة تسعة زي ما قلت لكم بتوقيت اسطنبول وبنحاول ان احنا بقدر امكاني ان احنا ناخد يا بنات الاسئلة المترقمة عندنا علشان ما يتكوموش تمام ما يتكوموش والناس تزعل طبعا احنا عايزين بس ان الناس تقدر ان فعلا بيجينا يعني اكتر من 2000 وي يعني كنا 1900 كنا 1000 بعدين 1900 وبعدين دلوقتي 2000 وي معدين 1200 تقريبا فانا هحاول النهاردة دلوقتي انا هاخد طبعا الاسئلة اللي عبال ما خلص الليف والمعنى اللي انا هقوله هاخد اسئلة من على الليف من هنا تماما على الصفحة هنا وهنا وهحاول برضو ااخد الاسئلة اللي متأخرة عندنا من الصفحة زهراء عبدالله كانت بتقول السلام عليك يا دكتورة انا سألت الكازة مرة ماشي عديني بجاوبة وما لقيت جواب والله انا بجاوبك اهو يا زهراء وبجاوبك على الجواب فاسمعي السؤال كيف اصبح اكثر حكمة واكثر حلم وكمان عايزة كتب لزيادة الحكمة والحلم واخر شي عايزة ابقى زيك اترس ايه انا خلاص اجدمت زيك ممتازة يا زهراء طبعا ربنا يبارك فيك ويكرمك وانا يجاوبك على السؤال ازاي اصبح اكثر حكمة واكثر حلم الحكمة بتيجي من حاجتين من تعلم الكتاب ومن التدريب تعلم الكتاب افضل كتب وافضل حاجة ترزقنا الحكمة وفصل الخطاب طبعا بان اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا الحكمة يا بنات هي كتاب الله عز وجل بعرف التفسير بعرف التدبر بعرف معاني الايات بعرف سبب نزول الايات بعرف مرض الله عز وجل من الايات بعرف اسماء الله اللي موجودة وصفاته اللي موجودة في الايات هي دي الحكمة لو اتشربت الكرآن المية واربعتاشر صورة كلها جوايا تدبر وسير والله ما هتلاقي واتزدقين فافضل كتاب هو الكتاب هو الكرآن الكريم طيب ازاي بقى اكون اكثر حلم انما الحلم اسماء الحديث بالتحلم يعني انا عايزة ابقى حليمة باخد عندي صفات الحلم مش مرة واحدها ابقى حليم مش مرة واحدها ابقى سبورة بتضرب عليها مرة واثنين وتلاتة واعيد الموقف مرة واثنين وتلاتة واخد نفس واصبر ومردش رد مباشر وديتال اهم خطوة مردش الرد المباشر رد السريع لا افكر في الرد اللي رده واشوف الرد اللي يبقى فيه نوع من الحكمة والحلم ده بيجي بإيه بالتدريب وبسنوات الخبرة وبالعمر وبتعرض للمواقف وهكذا ده رقم اتنين سؤالك بقى إزاي أبقى أكون زيك أنا يعني موضوع التعليم الجامعات والكلام ده أنا خريجة ساحة وفنادق وبعدين خدت حقوق لصنص حقوق وبعدين خدت دبلوما في القانون الخاص وبعدين خدت تميدي ماجستير شريعة إسلامية جامعة المنوفية والباقي ده جامعة طنطة وجامعة سكندرية يعني لفتع الجامعة كلها وبعد كده ابتديت أخد العلوم اللي خاصة بالأسرة وبالتربية ما في دورة حد أعلن عنها تقريبا في مجال الأسرة أو التربية أو الإرشاد إلا وإنا يعتبر مرت عليهم عام 150 دورة كل الكلام ده بعد كده أسقلت خدت بقى ماجستير في التربية في القرآن آخر حاجة كانت المسل الكرآني في الحقبة في الحقبة المدنية خدت الأساليب التربية المستنبطة من المسل الكرآني في القرآن وبعدين عملتنا دكتوراه في الإعلام وأسرع الأسرة العربية ده ميهني والماجستير برضو معايا ماجستير ميهني تاني يعني معايا أكاديمي ومعايا ميهني تاني في الأسرة والشباب مرحلة الشباب والمرهقة خصوصا ويعني ما في حاجة في المجال ده إلا ما خدناها فأي حد بتكلم فهي أحنا عنا ولكن أنت تضيفي بصمتك الإسلامية عليها وتضيفي ده صح ده يتوافق مع كتاب وسنة ولا لأ يتوافق مع الله عز وجل وكلام ربنا وكلام الرسول ولا لأ وهكذا تمام ده جابت سؤالك يا زهراء يا عبدالله عشان ما تقعديش تقولي بنابع كل مرة السؤال التاني راجية الفردوس بتقول السلام عليك يا دكتورة ورحمة الله وبركاته أنا عندي سؤال على طول شغل بالي وضميري مش مرتاح هو أنا مرات عمي مراته العمي تمام مرات عمي عم تحكي معي من شهور والله العظيم من دون سبب ولا عمري أزتها ولا أزت أي حد ولكن ممكن لأنه هو عرفت إنه نحنا عرفنا إن هي وعمي هم اللي سرقوا رزق بابا يلي بنعيش منه آه طيب يعني حسين بغلطهم فبعده ألف سلام عالسلام يعني هم طب سبحانه أسامحتوهم خلاص طالما سامحتوهم خلاص يعني المفروض نحنا اللي نزعل وكمان نحنا نسترنا عليهم بس هي كانت كل مرة تسوي المشكلة أنا خايفة منه يا دكتورة هو أندي خايفة من الموت وفي حد زعلان مني زعلان منك على باطل زعلان منك على حق يا جماعة موضوع جلد الزت اللي بدون حق ده يعني ناس هم ظلموك وصرقوا فلوسك وصرقوا فلوس أبوك ورزق أبوك وهم اللي زعلين ألف سلامة حبيت مع السلامة يحاسبوا عند الله سبحانه وتعالى انت ليه عليك الأمر اللي عليك احنا سمحناهم ولا لأ اللبنا خلاص معافا جم 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 جو مجوش ألف مليون سلامة لكن دمرك يقنبك وميكونناش وحد زعلان منك ما يزعلوا ميروح يشوفه يقوله ربنا ايه لا 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 خليكوا حيادين وفاهمين في القصة دي فيش جلد زات على أمر ملكيش فيه وانت مش غلطانة فيه طيب جميل طبعا يعني هو جميل انه متبقش حاسة انك ظلمة حد وكلام ده بس انت هنا مست ظلمة متخافيش اعمل يا دكتورة انصحيني زي ما قلتلك بلاش جلد الزت بدون واجه حقه اللي غلط فيكي اعتذر ما اعتذروش وانت سمحتهم كده خلاص لكن قاعدة انه بضمير هم بيكلمناش لا يا بنتي طبعا ده من الصح اه ضحة عبد المنعم اه انا من سبب دكتورة تغير تلتمية وستين درجة مدومة على القرآن وكراءة الاسكار الله يجزيها خير شكرا ليكي اه ويجزيكي انيسة مونة سلم على مونة عشوف مونة النهاردة وسلم لكم عليها طيب ضحة بتقول برضا سؤال عندي استفسار مرة بنات كانوا عم يحكوا بجروب لو شاب بتقدم لبنت بدين لكن اخلاقه بنفس اخلاقه بنفس الوقت ممتازة اه يعني وسؤال هل انه البنت يتغير بشاب وبتنصحه اه خلي بالكو تعالوا لي تعالوا لي مثل قبل الخطبة وتواجهه تقول له عندي شيء مع جبني فيك بص يا بنت الحلال اي كلام مع اي شاب قبل ما يخش بيت ما لناش دعوة بي جي البيت اهلي بيسأل عنه انتو بتقولي اخلاق كويسة وعندو شوية نقص في الدين ايه اللي هي احنا لنقبل بانه قطع الصلاة او بيقطع فالكلام ده لا الصلاة عنده ناص بعينه الصلاة عنده هي رقم واحد والاساس فانت شوفي شوفي الامر ده بالنسباله ايه الامر دوت لأ ما شاء الله مواظب عليه والكلام ده مثلا ممكن يكثر في نوافل في بتاع لكن وبيتدارك لما ينصح يتدارك اه طيب لكن انت عليك نصحة الرجال لا ليس علينا نصحة الرجال نجم وسمعها لن وسهلا لو كنا في محفل عام ولا شخصية رمز من الرموز ولا حد بيطلع على محفل اعلامية يسمعوا الاخير وبركة لكن انا اسأل واحاسب الله عز وجل يحاسبني على موضوع الرجال ما اعتقدش ان الامر دوت اه حقيقي انا تقريبا اللي بتعمل شغال اه تمام اه برضو هنا ده طيب اه فهمتي فانت ما تقوليش لأ انا انا الامر ده احنا خليونا افتح لكو الصوت يا رب كده يكون الصوت تمام ويريد يعني حد بس يكتبلي اه لو الصوت تزبط كده لان احنا تقريبا كنا قفلين طيب عرفت يا ضحى مع الناش دعوة الرجال هيجي جوه البيت اهلا وسهلا انا اقول له والله انا اه شفت كذا او ااخذ عليك هذه الملاحيز ليه سأسدينة صلاة المغرب ما قمت صليت ليه كذا وتسأله عليه في مكان شغله وتسأله عليه في مكان عمل وتسأله عليه في العيلة تسأله عليه بيعمل ازاي نساء العيلة اللي موجودين عنده بيعمل اخته ازاي بيعمل امه ازاي قاسي بتاع الحاجات دي مهمة جدا طيب ناخد رضاك يا الله تحياتي لكم جميعا انا متجنبة متجنبة يعني ايه الحمد لله سبعة من الامور اه يا حبيبتي انت مجنبة الامور اللي اه فيها طرد من ربنا تمام اه زوجي يا دكتورة توقف عن السجار طب ده شيء ممتاز ويرجع يشربها تاني وانا زعلانة جدا وهو حاول يكلمني وانا زعلان تمام جميل مش انت نصحتيه قول له بص يا ابن الحلال انا موضوع السجاير بيعمل لي ازمة نفسي انا ما بعرفش لا بعرف اتحرك ولا بعرف امشي ولا بعرف اروع والنفس ومش طيق انك تقرب مني لا تقبلني ولا تيجي جنبي ولا تطبطب علي الريحة والشباو بالطريقة وبالحسنة ايه يا الله ضرر ولا ضرر وهي من الخبائس وسحتك واحنا عايزة صحتك وعايزين تبقى معانا وتبقى كويس وتبقى في استعيالك وتبقى حلو حلو جدا القصة دي فانت من فضلك نبيها عليه بالراحة وما تخصميش وما تهجريش قوي يعني ما يكون حبيبك حاسي ما تلحسوش كله بالراحة بالراحة يعني انصحي وازبري عليه تمام كده خلينا نقول سؤال تاني موعيد البرنامج يا جماعة موعيد برنامج في رحابها كل يوم سبت الساعة 8 بتوقيت القاهرة وتوقيت ليبيا الساعة 9 بتوقيت اسطنبول الرسالة اللي بتيجي على صفحة في رحابها بنتخلصها ها اول بول عشان ما حدش يزعل ولا حد يقول لا كاني ولا ماني ولا دكاني الزلماني تمام كده طيب خلينا الموعيد بيوت منورة بتبقى حد واثنين وثلاث الساعة برضو 8 بتوقيت القاهرة الساعة 9 بتوقيت اسطنبول والاعدة تانيوم الساعة 12 وعلى قناة اسمها قناة وطن 12687 أما برنامج في رحابها اللي معاده النهاردة بعد ساعتين من الآن بعد ساعتين عايز اقول لكم من الآن بيبقى ان شاء الله الموعيد الساعة 8 بتوقيت ليبيا وتوقيت القاهرة والساعة 9 بتوقيت اسطنبول كل يوم سبت تمام كده خليني اخد الاسئلة بتاعة صفحة في رحابها اللي متأخرة علينا وضع الله سبحانه وتعالى يا رب يعني عنا عليها طيب جنة الرحمن بعتلنا قلب انا فتحت الرسالة اهو ما يسئل ريم بتقول ممكن التواصل التواصل على في البرنامج يا جماعة الارقام عندكم ارقام فيبر وعندكم ارقام البرنامج بتظهر على الشاشة والموزيع الأستاذة مونة الجميلة مونة الشايباني بتاعتنا الامورة الطيبة الرقيقة بتعلن على الارقام وبيبقى موجودين على الشاشة وتتواصل معا انا بقول لكم البرنامج على الاقل بيجيب من 15 ل 20 اتصال في اليوم يا سبحانه وتعالى يا رب يعنى علاوة على الاسئلة منكر ارسال رسالة خطية بنزاكو ايوة نعم ارسال رسالة خطية احنا بنجاوب عليك نور الإيمان السلام عليكم عليكم السلام يا نور فين الاسئلة طيب عايزة تواصل مع دكتورة هالة التواصل معايا الشخص يا ام من البرنامج يا ام على الصفحة بتاعت هالة سمير بيطلع لكم رسالة تلقائية فيه رقم ده للحجز الخاص او الاستشارة الحجز الخاص اللي بيبقى جلسة استشارية ومتابعة فيها او الارقام المجانية او على اللايف بتبعتولي او في الرسائل زي ما انا باخدها وبجاوب دلوقتي طيب كريم سالم بيقول ايوة يا كريم معاك هوت ام كريم بقى بتقول زوج مسافر دولة اوروبية من اربع سنين وطلب مني ان انا طلق نفسي عند المأزون لكن يتجاوز امرأة اجنبية الحصول على الاقامة لان القوانين لا تسمح بزوجة تال وانا قلت له لو اتجاوزتها تفضل معاها على طول هي عندك وانا موجودة في مصر وتروح وتيجي علينا اني حاسيت ان حرام انه يتجاوز منها عشان الاقامة وقبل الكلام ده هو كمي ما يسمعانا وانا طلقت نفسي وبالفعل السؤال كده انا محرامة عليه شرعا هو لو ردك يعني هو في اسمه عقد شرعي ويجي يردك في مصر بجواز في مصر عادي ويمكن يبقى جواز قانوني كمان في مصر هي المشكلة فعلا في بره في اوروبا ما ينفعش يبقى اتنين على نفس زمة الراجل هو بيبقى واحد بس فلا يعني يتجاوزك في مصر عادي وتوسقه الجواز عادي وتبقى في مصر وما لو تمشي اوراقك ازاي واوراق الاولاد بتوعك مصطفى رفعت بيبعت وبيقول يا دكتورة لي عندك سؤال انا متجاوزة اه دي يبقى امه مصطفى وجوز مسافر ومعايا بنته ولد ومصروف شال يا دكتور راشيل جوز من المصروف بص يا جماعة موضوع المصاريف موضوع المصاريف وان انا الزوج المسافر او الزوج الحاضر والله بيعطيكي هو هو بيعطيكي علشان تصرفي انا بقسم ايه الصدرات وايه الوردات انت بندخلي وردات خمس قروش طيب الصدرات ادي ارش ايجار ومش عارفة وفواتير وميا وكهربا ونور وكل ونت وكل الحاجات دي تمام طيب المصاريف الشهرية اللي خاصة مثلا بمسحوق الغسيل اللحم اللي بتجاب اللي مش عارفة ايه او باسبوع بس في الاسبوع بمعدل كذا ادي ظرف كل اسبوع اربع اظرف ادي ظرف الفواتير السبتة ادي ظرف للطوارئ وهكذا وابتدي اصرف على المتحو الموجود وادعو الله سبحانه وتعالى البركة ممكن يكون معاك مليون ولا فيهم بركة ممكن الناس معاهم قرش واحد وهو يا البركة فيها البركة اهم شيء في الموضوع ويا ريت دايما نخلي بالنا من قصة موضوع الميزانية احنا عندنا حلقة شرحنا فيها موضوع الميزانية وبركة البركة الامر ازاي يعني ازاي الوسائل وايه الوقت اللي ادعي فيه في البركة وايه تقسيمة الازرف والحاجات طويلة المدى اللي اشتريها للتكملات وهكذا صلى الله البركة حسام الشيخ بيقول الحب حرام لا والله الحب ما حرام والله الحب حلال ونحلال ونحلال ولكن حلال وهو حلال وحرام وهو حرام بمعنى الحب الحلال اللي انا بعمل فيه ايه اللي انا شفت بنت دخلت البيت من بابه ما خدتهاش عشات ما كلمتهاش ما عملتهاش بره ما شغلتهاش الحب الحلال اللي اخش البيت واقول يا جماعة السلام عليكم انا عايز اتجوز بنتكو دي انا بنتكو دي يا التعنيني وانا كزا واروح داخل البيت من بابه لكن الحرام اللي بقى الاختلاطاته واللي برا والخروجاته ومش عالوناش عالبيني بتو القصة دي طيب هاجر بتقول ليه ربنا يسمحنا اللهم ما سمحنا هاجر يا سلاح ايه ايه اديني بجاوب اه اديني بجاوب يا جماعة والله انا نفسه تعذره يعني انا مش عايزة حد يزعل بعشان خطري نفسه تعذره احنا فعلا عندنا كم هائل من الرسائل يوميا استحالة انا مش ربوط يا جماعة ولا انسان قالي هاعد اجاوب على الفين سؤال صعب لكن احنا ممكن نجمع الاسئلة المتشابهة وبنعمل بهم حلقة او اجمع الاسئلة المتشابهة واجاوب على سؤال واحد والكل يعرف مش شرطة اجاوب بالنص وبالنبدل ان هما متشابهين في الاسئلة او في الطرح تمام كده طيب كل دي هجر حاجات انت بعتها السلام عليك ورحمة البركاته اقول حاجة ليك يا دكتور هارة يرد علي حاضر ردينا عليكي طيب انا رديت عليكي في البس المباشر يا هجر تمام كده طيب ايه تاني عشان مش قادرة اكمل كلام اللي سمعته انا مش فاهمة انت بتقولي ايه كنت عايشة على امل سيبك منهم اسيبي من مين طب انا خلينا اطلع فوق اشوف انت كدب ايه اه انت بتتكلمي على التعدد والحور واحنا لنا ايه لنا الله عز وجل يا بنتي يا بنتي ابن القيم ايل على الجنة كلها متع والله بالنفس اللي بهمي يرجعوا كده كتاب الكلام ابن القيم في موضوع الجنة كل متع ما يبقى منها من لزة لا تعادلها لزة حتى ان لزات الجنة ومتع الجنة ونعم الجنة بتصغر امام رؤية واجه الله عز وجل هم ليهم كذا احنا لنا ايه احنا لنا الله والانس بالله والجلوس مع الله يا دلهنا الناس تشوفوا ربنا مرة في الجمعة ده لو شافوه يعني ان مش كل الناس ربنا حيبعت لهم الملايك وال・・ ان الله يستزيركم الى فازورهم ربنا طالب زيارتكم مش كل الناس اللي في الجنة ناس معينة واللي كان بيقنس من ربنا طب دي يوم الجنة يعني يوم الجمعة طب بقيتي الايه مش هنشوف ربنا لا في ناس تشوف ربنا بعدد الايام اللي كانت بتصلي فيها وتقشع في الصلاة وكان يكشى في الحجب بينها. الله هو اكبر فكانت تبقاك إنها أمام الله سبحانه وتعالى خشعة في صلاطة طيب في ناس تاني تشوف ربنا في وقت صلاة القيام في ناس عندها خمس صلوات وصلاة القيام ووقت الأنس بالله وعندها صلاة الجمعة وفي ناس قاعدة مع ربنا على طول إحنا يا رب يا رب الله ينجع لها ساعة إيجابة اللهم ممين لذة النظر الحسنة وزيادة لذة النظر وجه ربنا سبحانه وتعالى هم لهم تعدد ألف مليون سلامة نروح يا ابن حبيب روح يا ابن والقلب دعي لك والباب يهو باب يشوف والحور تيجي تخبط عليه إنه لك أهلون أخرون وإحنا نقوله مع السلام روح بقى روح عشان روح مع الحور قال إحنا اللي هنوكنا مش عارفة إزاي أنا عن نفس مش عارفة قلية الأمر ده إزاي ومش عارفة إحنا كنزاء إزاي يعني إزاي أقول له نروح مع واحدة تانية هي في الدنيا كده ولكن في الأخرى نزعنا يا هاجر ما في صدورهم من غير إخوانا على صور المتقابلين تمام كده فالأصل إن إحنا بنبقى إيه شايفين لأ إحنا إحنا الأمر الأمر دوت من جوانا خلينا راحت فين راحت فين الصفح طيب طيب أهي فاهمان يا هاجر عشان بس ما تزعليش فهم لهم إيه أبا لهم منحور وعملوا معرفش إيه لكن إحنا لنا الله عز وجل يا بنتي ولنا الأنسي بالله وياهنا وياساعده ليه بقعد مع ربنا الوقت ده كله ماشي يا جورة ما تزعليش بقى عايزين الرد عايزين الرد هي بقعتلي صورة نينا نينا أس معرفش ده كلام تركي ده ولا إيه عليه النقطتين إما النقطتين مش أكسوبت على الفرنسي عليه النقطتين بتاعت التركي هل الحجاب كده كفاية والله تمام قدمتي لابسها هوت كده يا نينا ده حلو ده ده شيء طيب يعني الحجاب بالشكل ده شيء طيب بس يا ردت نزي أهم حاجة يتنزل على مرحلة الايه الصدر الحتة دي مدارية وهنا مداري من المنبت للمنبت ومن شحمتي الأذن لا يصف لا يشف ولا يصف واسع في الفاض لا يشبك لباس الكفرات لا يكونش زينة في نفسه ما يكونش معطر وهكذا ما يحددش للحجم والجسم تمام كده تمام كده ايه تاني يويو ممكن أرسل استفساري ايه يويو محمد ايه حابتي كنت تستري وانا قديني باقرأ اهو طيب طيب ايه تاني الحسين السايح الحسين السايج او السابح تمام والله يا دكتور رجال في هذا الزمن يعطون للمرأة حقوقهم ولكن المرأة اصبحت كثيرة الشكوى ولا يتعطي الرجل حقه سواء في الفراش او مع اهل وكثيرة الشكوى في زمانها جدا ايه اما في زمان جدتنا وامهاتنا لا يخرجون الى الاسواق ولا حتى يجدون الاحترام ولا حتى ايه كلمة من ازواجهم واليوم الحمد لله المرأة تتسوق وتجد الاحترام والحب والله لو رجل عارف الحقوق ديت وبيدي احترام لزوجته وما بيهنش وما بالكلام ده ما ده شيء جاي ايه هي كثيرة الشكوى ليه ما نعرف الشكوى دي شكوى حقيقية ولا شكوى وهمية يعني شكوى بتيجي عن موقف حقيقي حصل ولا شكوى وهمية هي بكاية شكاية وزنانة وأنانة والحاجات دي لا لو هي ما لهاش حقه في الامر ده يبقى خلاص تمام كده قالينا معانا بالزط خمس دقائق بقية خلينا ناخد حاجة من على الليف العظيم بتاعنا هاكرأ اهو هاكرأ اللي انتو كتبتوه هاش بس ما تتلو بقى ما الصفحة تفتح بقى استلو ما الصفحة ما الصفحة تفتح ونشوف ها بعدت لحضرتك ميسج يا دكتورة نور الهدى ها بعتين فين بعتين فين يا نور الهدى أنا دلوقتي بكرأ الرسائل اللي صفحة فيه رحابية صفحة هلا سامير بنجمحه ومنجوجه بيئمة في البرنامج يا إما لاي في إما بعمل بيهم حلقة خاصة تمام كده خلود ماشي بنحبك قوي حبكم الله زيد وخلية سلام عليكم من المغرب والله بنحبكو بنحبكو وتونس مبارح ما شاء الله كان اللايف طعفة جدا بتاع تونس نحبكو برشا لا بقيت عرف كلام أنا بقيت ممتازة همسي التعتاب لو سمحت يا دكتورة سؤال أنا قبل كل دورة بتنقطة من ربعة أيام أيام الحيدي يعني والله بنتنع عن الصلاة وعن الصيام لما أطري اللون الأحمر فارس عاطف أنا بشوفك بحس براحة النفسيتي رغم إني لسه متابعك قريب شكرا لك يا فارس أبو أم فارس جزاك الله خاني يا دكتورة مروان وإياكم شايماء إبراهيم وتركيب الضغط في الوقت البريد حرام أنت بتركيبيها بتطلع بيها زينة وحط فيها بتاع ولا إيه هو بتاعت اسمه إيكريلك ولا اسمه إيه اللي هو الدايم الدايم ده ما نجع وبيه لكن اللي بتشال وبتحط للزينة بنعمل مع البنات مش عارفة كده في جوة بيتي لكن برا البيت طبعا ما ينفعش يعني تمام كده إزاك يا دكتورة بحبك جدا اسم نورة شكرا يا مريم وأحبكم الله مين تاني السلام عليكم آآ ميدو آآ عايز استشارة خاص بتبعت على صفحة هلا سمير بيطلع لك رسالة تلقاء فيها الرقم الرقم بتاعنا خلينا ملهولك إن شاء الله كمان ده يتعمل آآ قولي لمحمد ماما معها اتصل علي قولي له ماما معها لايف هجيب لكوا هوة الرقم ده الرقم بتاع الاستشارات الخاص أخلكم معايا ساني أهو اللي عايز استشارة خاصة بحجزه متابعة جلسة صلح زوجة أو زوجه والكلام ده بيبقى الرقم ده أما الحاجات التانية كلها مجانية اللي على الحلقات تلات أيام وحلقة هو في رحباء وقلنا الأسئلة اللي كانت متأخرة نفس الكلام بنجاوب بناخد اتصالات على الهوى في الحلقة النهاردة الساعة تمانية آآ وعندك آآ كمان تلات ساعات من الآن من الساعتين كمان تلات ساعات طيب كل الكلام ده لكن الخاص بيبقى على رقم 0090 آآ 544 4453 893 ما ليش أي تواصل تاني خلاف الرقم ده هو ده الرقم بتاع الحاجز ده الرقم من التواصل ده اللي هيوصلك بيه مباشر 0090 544 445 3893 ما ليش أي صفحة غير الصفحة اللايك اللي عليها خمسة مليون أو الصفحة الشخصية اللي متوسقة بالعلامة الزرق دول فقط اللي بتواصل عليهم أي حد تاني يكلمكم ده صفحات مزيفة ما ليش علاقة بيها ما فيش واحدة تبعت استشارة خاصة ولا تبعت صور ولا تبعت الكلام ده وليجي يقول لها بيعاتي فلوس كل الكلام ده فاضي هو ده الرقم الوحيد اللي بناخد منه الحاجات اللي هي خاصة بيه الاستشارات والأسئلة بنحولها على البرنامج إما بيوت منورة إما صفحة في رحبا بنجاوب عليهم أو بنجاوبهم هنا في اللايف أو زي ما أنا عملت دلوقتي أو بنعمل موضوع سواء بنجمع الأسئلة المشابهة لكن الشغل الخاص اللي وجدت لي في المركز أو في العيادة أنا ده استشارة خاصة الاستشارة الخاصة دي بيبقى لها حساب وبتبقى مدفوع لإني دوت بيبقى متابعة وجلسات وهيسة كبيرة تمام كده ليش أي حاجة تاني قلينا ناخد بقية الأسئلة قلينا ناخد من هنا سلام عليكم دكتورة ابتسام أنا عندي ستة عشرين سنة مش عارفة طيب ستة عشرين بس يسلي جلسة مش فاهمة طيب مي محمد يا ريتي تكتبوا الكلام باللغة العربية علشان أعرف فاهم مي محمد بتقول ربنا يبارك فيك يا دكتورة هالة جزاك الله خاني يا مي بكون مبسوط وأنا بسمعك وإحنا كمان منبسط لما بتسمعه ببنا يبارك في حاجة محتاجة أكلم حضرتك خاص قلت لكم الرسالة اللي هتجيلكوا على صفحة هالة سمير اللي عليها خمسة مليون أي صفحة تانية لا أو اللي حطين صورتي تقولك ده منزلك كل الكلام ده فاضي ولا لي مواقع بحط عليها ولا الكلام ده قريبا في موقع جديدة هينتنشأ إن شاء الله تبقى برضو عليه بعض الرسائل أو نشوفها نتعامل معها زي لكن هو دي الصفح فقط مفيش أي صفحة ليا تانية الخمسة مليون أو صفحة الفيس اللي عليها صفحات الفيس اللي بتوصل أو صفحة اللي عليها خمسة مليون المتابع أو الصفحة الشغطال اللي عليها علامة صح تمام كده طيب رضاك والجنة جزاك الله خيرا أسماء ادعي ربنا يفك عقدة لسان ابني وش فيه اللهم أمين يا أسماء أسماء عايز يا ربنا يفك يا رب عقدة لسانه ويجعل له لسانة صدق علي يا بنت اللهم أمين أحمد بلال بنحبك يا دكتورة ومتدعي أنا أم بلال ادعي لبلال أدعي لك ودعي لبلال والأم بلال وربنا يبارك فيك ويجعل يجعلكم بيت صالح ويجعله ابن صالح اللهم أمين عاوز أحفظ قرآن نحفظ القرآن عندكم أكاديميات كلها موجودة على النت وعندكم المشاكل ممكن نحط لكم رقم أكاديميات تحبير القرآن للشيخ شعبان طبعا الشيخ شعبان هو سند الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف الراجل اللهم مبارك يعني معه إجازاته وإجازات العشر والسبع ممكن أبحطو لكم في رابط على البس يسابق رقم أكاديمية تحبير القرآن بتاع الشيخ شعبان تابعوا معي بيدي أونلاين وهكذا سواء إلى هنا أو إلى بره مروة أو ماكس مش عارفة إيه أنا محجبة وبالبس درسات جدعة متازة جدا عبالي لفبالي يا رب وجبات لكن مش خمر والصراحة الطرحة بتبقى اللفة العادية هل كده حجابي مش كامل بوسي أقولك على حاجة ويبقى صعب لإني في روسيا والحمد لله ملتزمة باللبس ربنا يبارك فيك يا بنت دي ربنا يكرمك وإنا هقولك على حاجة الحاجة واسعة تمام والدنيا دي من الدري مفيش تكسيم لمنطقة الجيب مفيش تكسيم للجسم لابسة محزق ولا فيزون ولا البنطلون ولا البنطلون فوق الرجبا مبين الورك لا لا والحجاب فيه المواصفات اللي احنا قلنا عليها توكلها طبعا اللي في الغرب بيبقى صعب أنا بقى مشي طبعا ما شاء الله طبعا الشيطة بقى بقى لابسة شاجة أو بلابسة بلطفة الدنيا بتبقى إيه بالدارية شوية بس بقى يبقى اللي ده حجاب عرب 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 أو ده معروف ده يا بنجي ماشي لكن بقى في الصيف الله مبارك الله محنا لابسين والحجابات بتبقى طويلة والدنيا فأنا بتبقى كده كده ماشي والله أنا على قناعة شخصية إن المسلم في أي مكان هو اللي بيزبط سامته طالما طالما مش منعين حجاب زي الدول اسمعنا عنها اللي منعوا الحجاب منعوا الحجاب لدخول المدارس ومنعوا الحجاب للجامعات حسب الله ونعمل وكيل ولا التانية اللي بياخدوا منهم أولاده يعني كرسة كرسة في بلاد غير المسلمين لكن طالما لبسك واسع وهكذا أهم حاجة فتحة الجيب على قد ما تقدري ويبقى الأمر مش مباين حاجة من جسمك ومهو الشفاف مش لازق ما وصفش الجسم وهكذا قد الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا رب أنا سمسمة إزاي خلي بنتي تنتظم في الصلاة قولي افضلي قولي يا سمسمة افضلي قولي صلوا صلوا الصلوا الصلاة يا مؤمنات الصلاة الصلاة صلاة يا جماعة ينقوا سواب أول ما حسب علي المر أصلاة نور يلا نقوم نصلي كتير من هنا لحد عشرونية سنة قدام وما تقسوش لأن دول عيالك والتربية ما هي إلا غرس بالاستمرارية والصبر في هذا الأمر تمام كده طبعا يعني أنا خلاص بقى آخر حاجة دكتورة أمي لسه متوفية قريب مروة مروة طب هناخد دات عليك آخر تعالية مروة ولسه متوفية قريب وصورتها في دايما يا حبيبتي وسطها دايما دا قالها ولد صالح يدعو له إزاي أنا يصل للماء سوابي الدعاء الصدقة وخير الصدقة سقيا الماء عمل لها بير مية وزعي صدقات جري عليها تعليم الكرآن وتحفظ الكرآن ده في حد ذاته بيبقى لها خير وبركة كل الكلام ده ولد صالح يدعو له ده اللي باقي الأم كلما تفتقرها أمي كرأي لها كرآن كلما تفتقرها أمي اتصدقي إن شاء الله ولو بقرش واحد كلما كده ادعو وسوا بالدعاء يا رب يوصى الله ولد صالح يدعو له إن شاء الله ألقاكم بعد ثلاث ساعات من الآن على إزاعة قناة التناصح خليني أجيب لكم التردد بتاع قناة التناصح علشان هو كمان اتغيروا الناس اللي تعمل وهتلاقيه البس مباشر على صفحة فيرحة بها وصفحة هالة سمير هتلاقوا البس موجود عليها خلينا أقول لكم ما هو التردد بتاعنا واحدة تين ستة تمانية تقريبا لأ خلينا أقول التردد مكتوب هنا هوا عشرة تمانية سبعة تلاتة عمودي رأسي يعني على النايلسات عشرة تمانية سبعة تلاتة إزاعة قناة التناصح قناة التناصح التردد الجديد بتاعها عشرة تمانية سبعة تلاتة عمودي رأسي فيه على النايلسات معدنا كمان 3 ساعات من الآن هننتظر الاتصالاتكم بنفتح الاتصالات من أول دقايق ففضل الله ففضل لازم قلتلكم ناخد ولا أكتر من 15 أو 20 اتصال لو الخط أو مفيش مشكلة في النت يعني جزاكم الله خيرا وانتظروا البس دوت بقى إن شاء الله كل يوم سبت الساعة 5 بتوقيت اسطنبول الساعة 4 بتوقيت